السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا المقطع هذا إن شاء الله سنرى أسلوب من أساليب المافيا لكي يستعملوا هؤلاء باش يسقطوا الدعاة وباش يلبسوا على الناس ويروجوا الباطل ديالهم بين الناس واللي يريد يعرف الرضود كذلك على هؤلاء فيرجع لثلاث مقاطع الأخيرة قبل هذا ففيها رضدنا على مجموعة من الأسئلة اللي يطرحوها الملاحدة في التعليقات وغير ذلك فالمرجو تركيز موضوع المقطع لأنه مهم هذا بيدق النصارى حاول قبل سنوات أنه يكذب ويفتري عليه لما أحرجه الملاحدة بخصوص المناظرة وبخصوص الردود فأخذ مقطع لشبهة جهاد الطلب اللي كانت رضيت عليها بفضل الله عز وجل حاول أنه لما أفلس وما أستطاع حتى أن يلفظ بكلمة واحدة كرد علمي على هذا الشبهة حاول يرجع إلى أسلوب الحلقة والتهريج والسفاة وهذا الناس هذا هو أسلوبهم كيف يستعملوا هذه الأساليب هذه باش أن الإنسان يشوفه يقول هذا أسلوب دون المستوى ما نردوش عليه فيبقوا يخلالهم من جوه ويستقطبوا الناس وهذا الكلام هذا هو اللي يصرح لبره شهاده وهو اللي يخلهم يبقوا يستقطبوا الناس ويزيدوا في السفاة دي لهم ويزيدوا في قل التربية وقل التلحية دي لهم ويزيدوا في استعمال هذه الأساليب دي ل الحلقة وغير ذلك في الترويج لهذا الباطل لهذا ما فيها بس نزلوا لمستوى دي لهم طبيعة الحال ما غنعملهمش بالأخلاق دي لهم وبالكلام الفاحش الذي اشتهرت به مزابلهم لكي نبين الحق للناس بل غنزلوا لمستوى دي لهم ونبينوا هذا السفاة للناس كما قلنا احنا ما عمرنا أطلقنا كلمة بلا دليل كل كلمة نطلقها لنا عليها دليل فنسأل الله أن يأجرنا على هذا وأن ننزلنا لمستوى دي لهؤلاء ويتجوز علينا إن أخطأنا ولسان حالنا يقول فلو أني بليت بهاشمي خؤولته بن عبد المداني صبرت على عداوته ولكن تعالوا وانظروا بمن ابتلاني انظروا كيفما شفته يكذب كذب صريحة على شيخ الإسلام ابن تيمية وإن إنسان يستطيع فك حروف اللغة العربية ويقرأ كلام شيخ الإسلام يعرف أن هذا الكذاب هذا كذب عليه وغادي نبينو لكم بالضبط كلامهم فهو استعمل هذا الأسلوب هذا علاش لكي يحاول أن يشني عليه بشيخرج الواحد النتيجة غادي نعرضوها في الأخير الإشكال أين؟ الإشكال هو أنني عندما كنت أنشر المقاطع كان الذباب الإلكتروني لأن هؤلاء عندهم مجموعات خاصة بالترويج لهذا الباطل لهذا في التعليقات كتكون أنت تتعلق على وعش مقطع مثلا أو لك ترد في شيء موضوع كي يجيوهما الخاص يعني الدور دي لهم ويشتتوك هم يخرجوا التعليقات عن سياق الموضوع اللي أنت كترد عليه الموضوع آخر فكانوا كي يجيوا لبعذا بطرط شيخ الإسلام وكذبت على شيخ الإسلام وغير ذلك مش تعرفوا أن هذه النس هلو تواحد فيهم ما يكلف نفسه أنه يمشي قراءة كلام شيخ الإسلام قبل التعليق يعني هؤلاء البيادق كي يستغلوا الضعفاء مساكل لأنهم عارفين أنهم ما يبحتوش وكي يستعملونهم على شكل قطيع باش يروجوا الباطل دي لهم وحنا الهدف دي لنا هو أن نكشف حقيقة هؤلاء لهذه الناس المساطة ونحررهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ونعلمهم كيفاش يقدروا تكون عندهم الملكة دي لنقد والملكة دي لكشف الكذاب فرضت على كلامه في حوالي 5 أو 43 دقيقة بيّنت كذبه وبيّنت تدليسه فسكتوا وخنسوا فذهبوا عنده يطالبونه بالرد ويحفظ المادية الكمالة دي ليلو ويخرج على الأقل لبردك الكذب اللي داره اسمعوا الجواب دي ليلو وحد مغربي يريد عليك فتوى ابنتي مياه دكشفت في فمتين الفيديوهات تاق 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 هذي يبقى تابعني اليوم القيامات هذة هنشوفوك شنو هذا الرد دي ليلو جو تو لينك والله الى هو بركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و43 دقيقة يا صاحب 43 دقيقة 43 دقيقة يعني مقطع ديال ابنتي مياه ممكن ممكن يلقي فيه شي مشكلة تردد عليه في 30 ثانية 30 ثانية ما تفوتاش المقطع ديال ابنتي مياه اللي دووزنا فيه يعني صرحنا المشاكل اللي دار فيه ممكن تشرحوه في 30 ثانية 43 دقيقة اعترض بحجة أنها طويل يعني تخيل الشخص يرد علىها 10 دقيقة في ساعة ونص كلام كله سفاه الرد بين قوسين غير تسليم جدي كلام كله سفاه وتحليق وتهريج وقلة الأدب وقلة التربية يعترض على 45 دقيقة كلام علمي ونقد علمي عندك السفاه اللي جابي علما أن 45 دقيقة كانت ردا على 4 ساعة قريبا من الكلام يعني 4 ساعة بغانا نرد عليها في 3 التواني أسلوب ظهر الرماد في الأعين والأتباع دياله واش ألزموه؟ لا ما ألزموه غاباش تعرفوا الأسلوب ديال هؤلاء فوسع من هذا الأسلوب لأنه يعلم أن الكاذبة دياله غير تفضح حتى وصل أتباع دياله وما عنده ما يقول ولن يستطيع أن يتحرك بكلمة واحدة وإحنا من هذا المنبر كلزموه بالاعتدار ينبغي له أن يخرج ويعتذر المسألة الأخرى ديال طول الوقت هو ورد وقلة على حوالي 3 دقائق في 4 ساعة فهذا من أساليبهم تشويش وتشويره والحياد على محل النزاع كما قال الله تعالى وقاشل في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني هو استشبهة طيب سمعتوا الكلام دياله اللي قال وش نفهم من كلام شيخ الإسلام طيب أنا قبل من بيلكم الرد أو جزء من الرد كلام ديال الشيخ الإسلام هو هذا وقفوا الفيديو وقراوه واستخرجوا لي هذا الكلام هذا اللي قال منه أن شيخ الإسلام يقرر هذا يعني تيستعملوه هذه القوال بهذه تيستعملوه فأنا كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني هو استشهد بها ابن تيمية تيستشهد بها على أساس أنك ما تقتلش العيالات والأطفال لأنهم مال للمسلمين الله أكبر الله أكبر واخا أعطيني من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه قال أن النساء والصبيان لا يقتلون لأنهم مالا للمسلمين وأن ابن تيمية رحمه الله استشهد بهذه الآية لأن النساء والصبيان مال للمسلمين هذا القول الثاني لما رجحه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فهم هذا غيكلام الشيخ الإسلام بن تيمي يا صديقي الكلام دي الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله رجح القول الأول مش القول الثاني الذي يقول أن هؤلاء لا يقتلون لأنهم ما للمسلم بل رجح القول الأول لك يقولك أن القتال لمن يقاتلون بين الناس لمن يقتلونهش واحد جسلتا ونحوهم كمل يعني تيستعملوه هذه القوال بهذه تيستعملوهم مش تشوفوا الكذب وأساليب هؤلاء وأن هذه الناس درهم فيها خطيرة ليس لها من الأخلاق شيء وأنهم مشوا أمناء فبحال هذو هم اللي يطعنوا في الدين فإحنا الآن كانت حدوها ونطالبه بالاعتذار على هذه الكذب هذا السنوات وما اعتذر شيش على الأقل لو كان الإنسان يحترم أتبعه وما يكذبش ما يستخفهمش هكا فهؤلاء ما عندهمش أخلاق لمعنا لمعكم يستغلونكم وهم أناس انتهازيين فانسمع أنا شفت يعني وكأنه كينا شخصية انتهازية يعني انت انتهزت الفرصة مشيت المسجد حين انتهى دور المسجد الآن تذهب إلى يعني الجماعة المسيحية ليس رغبة في دراسة المسيحية لكن لأنه هناك سكن فهل أليس ألا نرى هناك يعني شخصية انتهازية بعد هذا تعرفت على بنت ألمانية لأنك اشتغلت عندها في المصبانة هي سيدة ألمانية كانت يعني كبيرة في السن كانت يعني حوالي 40 عام نعم نعم وحصل نفس شيء حتى هي كان عندها بيزنس وحتى هي دوجاتك وصوبات لك الوراق ويعني استفتي مادياً ولكن تصدمت أنك يعني تخليت عليها وشما شيء استغلال هذا أليس استغلال علاش خنع لي يا الراس باش نطلق ما عنديش جواب على هاد السؤال للأسف وليس عندي جواب غايت تتصوب الأوراق لا 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 هو أكيد أن الزواج كان من أجل الأوراق ليس فقط من أجل الأوراق من أجل البقاء في ألمانيا لأنه لم تكن فقط مسألة أوراق فتخيل أن واحد بحال هذا الشخص هذا اللي كي طعن في الإسلام رأى أن صاحبه اللي يشترك معه في هذا أنه غير أخلاقي وأنه انتهازي معلوم الأخلاق دياله ومعلوم أنه يدلس على الإسلام ومعلوم كذا يقول في صاحبه أنه انتهازي يعني تخيله كمية البشاعة أنك تجيب تستغل واحد الإنسان تستغل نقطة ضعف دير واحد الإنسان من أجل مصالح مادية كالإقامة أو كالأوراق هذه هي الإنسانية فكذلك هم كيحاولوا يستغلوا واحد المجموعة من الناس باش يطعنوا في الإسلام باش يضربوا في الإسلام باش يسقطوا الإسلام ولن يستطيعوا بفضل الله عز وجل لأن هذا الدين محفوظ فهؤلاء كيستغلوا لكم من أجل المكاسب الدنيوية من أجل الدعم المادي لهذا السبب نرد عليهم لهذا السبب لابد دم بيان هؤلاء وغان زلوا المستوى دياله وغان فضحوهم وغان بيينوا بفضل الله عز وجل هو كذب على شيخ الإسلام على شيء سمعوه الإخوان خلاشيت ندمت ندمت على أنني اشتد شي هذا ندمت كنت مرتاح العدمية البراغماتية لم أعاونتني في هذه السيتيوات ولكن العدمية البراغماتية ليس مزيانة أنك إذا أقشب رأس كنت تخطأت التراجع إذن صافي سنحبس هذا البيان صافي سألينا سألينا مهم ما تتماديش إذا تمديتي ما تتبقى عدمي البراغماتية فإذن سنحبسه هذا الله يكمل بي خير أخويا والله يسترقى موردك مهم تنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا على الأقل شي 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 من هذا الشي هذا ودب أخويا سكيف من بعد هذا الشي كامل تتقول لي الناظره لابا ما حشمتيش زعمه ما حشمتيش مبلاحش مبلاحية مبلاحش مبلاحية زعمه والو يعني موالو زعمه تشي حاش من بعد هذا الشي هذا كامل سألناظره أنا لمش يعني أنا الوقت عندي مشتتانية يباش نخسروه مع واحد يقول لي غنبلاغوا الدعوة غنبلاغوا الدعوة غادي نبيروا هاتي غادي يبقى يقتاطع في المنصوص علاش يعني جاشد الكلام للشيخ الإسلام كذب كذب الكذبة تمام وقنع أتباعه أن هذا هو الكلام الحق بالتالي الأتباع دياله قالوا أن الي جاب القراء عليهم الكلام كذاب بالتالي إذن بما أنه كذاب لا يستحق أن يناظر هذا هو الأسلوب ديال المافيا كتسقط الأشخاص وكتضرف الأشخاص بش تحاول تبرر الهروب ديالها والفشل ديالها الذريع أمام المسلمين فلكي يعلم خطورة هذا البيادق وهذا غير أسلوب بسيط نهيك على الأسلوب لكي يستعمله مثلا في المناظرات حتى عندما يناظر المختصين فش كي نضروف مسائل فرعية المقصد الفرعية أي أننا آمنا بها بناء على صدق النبوة وبناء على صحة الإسلام العظيم ما كي نقشوكش في المسائل الأولى بل كي نقشوك في هذه المسائل الفرعية باش يحاولوا يشغبوا على الناس وعندما يفهمون في المناظرة كي يحاولوا يستعملوا واحد الأسلوب خبيث ديال الذباب الإلكتروني وهو الهجوم كمية كبيرة من الذباب الإلكتروني على التعليقات ومحاولة تشتيت محاولة التعليقات الصبيانية اللي ما يستطعوش يثبتوها علميا ويثبتوها بالحجة فكي يحاولوا يلعبوا على ذلك شو الإعلامي إن صحة إن صحة التعبير كي يحاولوا يرمضوا الناس من خلال الكثرة بشين خلال الحجة وهذا من أساليبهم اللي غدين تعرضوا له إن شاء الله فهذا السلسلة ديال بيادق فنسأل الله الهداية لمن طلب الحق بصدق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة